بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بعد طول انتظار وبعد طول شوق الحمد لله رب العالمين أصبح منهاج رياضيات لجيل 2005 الآن بين يدي الأستاذ خالد العزازمة وأكيد موجود على جميع المواقع وجميع معلمي مادة الرياضيات الآن أنا حاب أعطي رأيي في المنهاج جيل 2005 طبعاً كلكم شفتوا المواضيع في جيل 2005 مادة الرياضيات الأدبي الفصل الدراسي الأول بتتكون من كم وحدة؟ من ثلاثة وحدات أنا حاب أتكلم عن وحدة وحدة الوحدة الأولى يا طلابنا يا حلوين هي عبارة عن إيش؟ يا رب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي الوحدة رقم واحد الاقترانات الأسية والاقترانات اللغرثمية وهذه مادة بسيطة جداً أنا رأيي مادة الرياضيات الموجودة كتير مادة سهلة مقابل تابع مع الأستاذ خالد ومشعل تعليماته حتى أقدر أراهن عليك إن شاء الله بمستقبلاً الآن طلابنا حاببنا الأسس واللغرثمات دروسها هي الاقترانات الأسية النمو ورد المحلال الأسي الاقترانات اللغرثمية قوانين اللغرثمات وما يسمى المعادلات الأسية وأكيد بعد كل نهاية وحدة فيه امتحان على كل وحدة هذه المادة سابقاً كانت تدرس لطلاب التوجيه الصناعي والفندقي وكنا نسميها مادة الرياضيات أساسية عشان هيك إلها أسئلة سنوات سابقة وأسئلتها رح تكون مكشوفة إلي وإلك ورح أدربك عليها ضمن البطاقة ورح تكون أيضاً ضمن منهاج أو دوسية الأماني اللي هي مختصة فيك أنت كطالب أدبي وطالب فندقي ومرتب لك أوراق عمل إن شاء الله بخمة جداً عشان تبوت على الامتحان الوزاري بكل قلب حديد ما في عنا انهاب من أي منهاج ما بدنا نسمع العوامل الخارجية والتخويف من منهاج لا منهاج في متناول اليد تكتمشي على تعليماتي في بعض الشغلات اللي بدها شوية تشغل وهذه أمورة سهلة يمكن بلحدة الأولى هاي فيها درس شوية شوية أرقامه صعبة لكن لما تكون هاي الأرقام كأرقام رح يعطيك إياه كمعطيات في السؤال فتلقائي الأمور سهلة جداً مش رح تضطر تحسب على الآل حاسبة أو تحسب بأيديك إذا كان الرقم كبير هو بعطيك نتيجته بس مجرد أنك تطبق فقط على القانون زي ما بقول لك أنت مع السادة خالد لا تشيل هم أي شي وامشي على التأسيس اللي أنا معطيك إياه عشان تبوت بالمنهاج إنسان قوي جداً بمادة الرياضيات أي طالب مش واصل وملف التأسيس يتواصل معاي على رقم 0797721499 وأنا برسله ملف التأسيس وأنا بعمل لكل طالب وطالبة وكل واحد بتأسس مع السادة خالد إنه بعد ما يخلص أي جزء تأسيس امتحان عشان يقيم مستوى ونعالج أنويات شخصياً نقاط الضعف الموجودة عنده هاي بالنسبة لمن؟ للوحدة الأولى طيب نشوف شو الوحدة الثانية الوحدة الثانية التفاضل نعم هاي التفاضل هي أيضاً موجودة كانت لجيل 2004 جزء منها انتقل لمادة الأول ثانوية أنت بتدرسه حالياً اللي هي قواعد مين الاشتقاق عشان هيك أنا عملتلك كمان تأسيس لقواعد الاشتقاق اللي موجودة بالصف العاشر والموجودة بالأول ثانوي حتى لما تجي تفوتون في مادة التفاضل تشوفوا الأمور كثير سهلة وكثير بسيطة دروسها سهلة جداً اللي هي قاعد سلسلة مشتقة الضرب والقسمة مشتقة الإلكتران الأسي الطبيعي والإلكتران اللوغرزمي ومشتقة الجيب وجيب التمام طبعاً الجيب وجيب التمام ومشتقة الضرب والقسمة والسلسلة كانت موجودة بمنهاج جيل 2004 أما مشتقة الإلكتران الأسي والإلكتران اللوغرزمي كانت موجودة في جيل 1999 فما قبل يعني لعام 2017 إلها أسئلة وزارية عشان هيك أي درس موجود عندنا بنك أسئلة وزاري رح ندربك على أنماط الوزارية ما اختلف بين 2004 و 2005 فقط أنه هناك رموس عربي والرموس إنجليزي واضع الأسئلة ل2004 رح يكون أكيد واضع الأسئلة 2005 بنفس الفكر عنده إحنا دائماً مستعدين ومحتاطين لكل الأمور رح تكون دوسيتك غنية بس من السنوات السابقة المتعلقة بهذا الموثل هاي بالنسبة لمن إلى الوحدة الثانية التفاضل الوحدة الثالثة وأنا برض أن أتأكد على التأسيس لازم تكون تطلع قوي جداً التأسيس العامل لكي تبلش فيه من تحت الصفر وتطلع عشان لما تبوت مادة التوجيه مادة بسيطة وسهلة ومتدربة على جميع المفاهيم المعانا بالنسبة لثالثة اللي هي تطبيقات تفاضل وأيضاً لجيل 2000 وأربعة موجودة تطبيقات تفاضل عندهم الدرس الأول كانت تفسير هندسي فقط اللي هي معادلة المماس هون شو نضاف عليه معادلة العامودة على المماس وأكيد سهل مدى مع العزازمة زي ما حكيت لك أنت بإذن الله مع العزازمة بأمان المشتقة الثانية والسرعة والتسار وهذا أيضاً نسمينا التفسير الفيزيائي وموجود مع جيل 2004 تتنقين لما يقول لك موجود يعني له أسئلة سنوات سابقة نقدر نعتمد عليها وراح تكون أسئلة الوزارة مشابهة تقريباً إن شاء الله لمين لن دورات السابقة الآن تطبيقات القيم القصوى جزء منه موجود لجيل 2004 وجزء منه كان مطالعة ذاتية طبعاً اللي هو جزء من تطبيقات القيم القصوى في عنا تطبيق اقتصادي وتطبيق هندسي الآن التطبيقين موجودات 2004 كان يأخذ فقط تطبيق ايش اقتصادي الآن أنت انظاف رجعولك المادة المحذوفة شوف رجعولك المادة المحذوفة ومادة أكيد سهلة مدام عند العزاز ما تشيري شام الرياضيات أبداً بس امشي معاي درس بدرس حصة بحصة عشان أقدر أراهن عليك وإيش صعب أنا موجود لا تشيرها من الرياضيات الدرس الرابع الشقاق الضمني والمعدلات المرتبطة بالزمن نعم هاي المادة كانت موجودة ودرسناها أنا بالنسبة لي درستها من 2008 إلى 2012 هاي كانت المادة موجودة لطلاب التوجيه الأدبي طبعاً موجودة بالعلمي وما زارت بالعلمي حالما بهم من العلمي هاي موجودة من 2008 عكزوا معاي إلى 2012 بعدين صارت مطالعة ذاتية وانشالت من جيل 2000 إلى 2004 بالنسبة لمادة الوحدة الأولى طبعاً لها بنك أسئلة أنا كانت مادة توجيه صناعي وأنا درستها من 2008 تقريباً إلى 2017 عشانك مادة الرياضيات كل أفكارها موجودة أفكار سهلة وأفكار بسيطة ودوسية راح راتبك إياها ونتدرج بالأسئلة من السهل إلى القدرات العليا تبدع مع أستاذ خالد رقمي بيعرض أعيده أي سفسار وأي ملاحظة 07-9-7-7-7-2-1-4-9-9 ارجعني في أي ملاحظة وأي سفسار بدك أوراق عمل بدك ابتحانات بدك تأسيس هاي رقمي موجودة عندك وأنا دائماً هدفي تكون طالب متميز ما بتفكر بالنجاح الرياضيات تتركها علي وفكر بالمعدل والنجاح بعد إذ رب العالمين موجود إحنا شغلي مع طلابي فقط هو المعدل ولا إشي غير المعدل العالي والعلامة الكاملة بإذن الله بتمنى هذا الفيديو يوصل لجميع طلاب المملكة وأي طالب حاب ينضم إلى الجروبات الخاصة بالأستاذ خالد على التأسيس وإلى آخره هاي رقمي موجود ابعتوا لأصحابكم بلغوهم حتى أنت تسفيدوا هم يستفيدوا وبالتوفيق ويعطيكوا الصحة والعافية